وساسر رانيا وسكينة ملخص أحداث الحلقة الحداشر اللي بتبدأ بالراجل بتاع مختار سعادة اللي بيكلمه وبيقوله ان هو مش لاقي رانيا وسكينة بس اتكلم مع الراجل اللي اسمه عودة اللي بيشتغل عند التربي وقال له ان البنتين شكلهم كده هربوا في عربية من بتاعة الأموات وبيقوله حبعت لك اللوكيشن وتيجي حمادة كان بيتكلم مع فاتن شوية ومع زينب شوية معضيها ويجوز فاتن وعايز تجوز زينب عليها وكل الحوارات دي وكانت رانيا وسكينة سامعينها وراء وبيستغربوا عليه وبيفكروا كمان ان هما يقولولو يمكن يرقف بحالهم لكن سكينة قالت لأ ممكن ان هو ما يرقفش بحالنا ومش عايفين ممكن يعمل فينا اي زين بيقوله مرتضى على اللي حصل من شريف ان هو كان عايز بعد ما يستلم البضاعة يبلغ عنه البوليس وطبعا بيقول ماشي يا شريف اما رانيا فكانت زهقت وعايزة ان هي تقول للراجل ده كل حاجة بيقف الراجل ده في البنزينة حمادة السواء وبيروح علشان يعابي بنزين رانيا وسكينة عايزين ينزلوا وبيفضل يدخنوا هما الاتنين علشان كده مش بيلحقوا ينزلوا وراجل بيجي وبيركب العربية وهم لسه مدخلوش الحمام ولا نزلوا منها سيد جايب العربي وعمال بيضرب فيه اما مختار سعادة هواخد الراجل بتاعه بيروح وبيقرر الرزق عشان يتكلم عن مكان رانيا وسكينة وبيقوله تكلم الراجل اللي انت بشغله السواء ده الاسم حمادة بيكلمه لكنه مش بيرد كان بيتخانق مع فاتي رجال تسايد بيدربوا العربي علقة سخنة اما بالنسبة الموضوع بيروحوا بيقابل شريف وردوة بيقول لهم ان اخطوكوا كلمتني وعايزاني ابقى المحايم بتاعها وكمان عرض علي خمسة مليون وقال لهم هي بصراحة جات لي ولما قالوا لازم تسلمها عارف ان هم بيكرهوها وان هم ضدها عشان كده قال خلاص هي جات وعرضت علي خمسة مليون شوفوا انت عن تدفعوا كم وذكرت بتاعي وبيسهمه وبيمشي ريجا بيفتح الباب وبيلاقي غثان ورجلته غثان جاي ياخد الفلوس بتاعته بيدهاله وبيقول ان الفلوس قادم استحميك لكن غثان طلب منه طلب وقال انه هو غالط في حاجة انه بعت صورة لجسة اخو جمال لي وبيقول له وبيرد ريجا ويقول له قال مليش دعوة انا كنت راجل معاك مليش دعوة بالحركات دي وعنا فكرة لو وقعت مش هاقل وحدي قال له دلوقتي انا عايز منك حاجة لسيد جنب اخو جمال يعني عايزك تقتله زين بيروح المحطة اللي كان واقف فيه حمادة وبيسأل العماني الهناك لو كانوا شافوا حمادة ومعا بنتين بيقولوا ايوه شفناه لكن ما شفناش البنتين دول خالص بيروحوا بيقولوا مرتضى ويه ليه مختار تعالى نمشي يمكن نلحقهم قدام لانه لسه ماشي من ربع ساعة اما بالنسبة لشريف اللي قاعد بيلعب مع سليم وبيقول ليه اخته رضوة من الولد طلع كويس ومتربي طالع شبهي قالت له لها ما تقولش كده قال لها ليه انا مالي قال له لأبويا ما بدانيش فلوس ولا بداني ورسي كان زماني بقيت احسن من كده لكن هو منع عن الورس بتاعي قررت له فعلا علشان كنت بتلعب امار انا كمان حرمني من ورسي علشان انجوزت واحد هو ما كانش عايزه وظلمنا وده كل حاجة ديرانيا لكن هو شريف يعني مصوم ان هو يعيش حياة جديدة وياخد ورسه ويعيش هو جميلة مع ابنهم سليم ليه جا كان مقام من نفسه وعامل تسجيل للكلام اللي حصل بينه وبين غسان وان هو بيطلب منه ان هو يقتل سيد اما بالنسبة ليه حمادة فبيوصل المكان اللي المفروض يسلم فيه الحاجة اللي معاه اللي المفروض جثة البنات بيستخبوا وراء الشجرة لكن لما بيحصل ضرب نار بيجروا وبيهربوا في العربية نفسها وطبعا بيبقوا مغضودين جدا بيوصلوا لنكان وبيقولوا احنا لازم نقفل للباب اللي مفتوح وراء على الجثة دي ولما بينزلوا بيلاوا اصلا دي مش جثة على حاجة بيلاوا قصار بيتخضوا بس قبل كده بيشوفوا التليفون بتاع حمادة بيرين مراته فاتم بتتصل بي رانيا بتفتع عليها وبتقول لها ان جوزك عايز تجاوز عليك واحدة اسمها زينة خد بالك ولما سألتها انت مين قالت لها احنا فيها عاليين خير طبعا كانت بتكلمها هي وسكينة وبينزلوا علشان خاطر يغطوا الراجل اللي وراء ده الجثة اللي كانوا فاكرونه جثة بيلاقوا قصار بيتخضوا ويطلع لهم واحد بيتخضوا اكتر وبتخلص الحلقة على جده وده كملاقص الاحداث الحلقة الحداشة ممسلسة رانيا وسكينة يارب الملخص يكون عجبكو ما تستنش لايك واشتراك في القناة ومتفعيل الجرسة عشان يوصلكم كل جديد باي باي اشتركوا في القناة